شاهدين متابعين الكرام أشواطنا مستمر في الأثارة والانطلاق الجميل في هذه التحديات مع عالم الأصالة ونموس والتحديات مع هذا العالم الساحر انطلق قبل قليل بحفظ الله ورعاية الشوط التاسع في أشواطي مساء هذا اليوم والخاص بالإبكار المحليات مع لقاية أصحاب السمو الشيوخ في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة هنا في أرضية ميدان المربوم في تحفة الميادين هذه الشعارات وهذه الأسماء اللامعة والجميلة في عالم الهجن التي تنطلق في هذا المساء بحثا عن نموس هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة مباشرة وصولنا إلى مقدمة الشوط وبنلقى الميادية تسيطر وتقود المشاركات من هجن العاصفة يقود أحمد بن راشد بن غدير الواثق في التضمير بينما المركز الثاني تاتي في مشاهدين العزاء الشاهينية هناك وتنطلق في هذه اللحظات مشاهدين العزاء هناك الدخول في هذه اللحظات من قبل من حاف من هجن العاصفة إلى ثاني المراكز وكذلك هناك العمالة تنطلق على ثالث المراكز المراكز هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير من يقدم هذه التشكيلة بثلاث المراكز لكن التحرك من المايدية 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 ولا بنت صغان وبن صغان والمايدية قادمة يا سلام من شوف الثنتين بناخذ المركز الثالث المركز الثالث وصلت في العمال من هجن العاصفة من هجن العاصفة المركز الخامس الشاهينية السعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني بنشوف هناك مشاهدين العزاء ما بين بنت صغان والمايدية مشاهدين العزاء في هذا الأداء الجميل في الأمتار الأخيرة الدخول الذي حظى من المايدية على بنت صغان في الأمتار الأخيرة هذه المايدية مشاهدين العزاء تزعت بفارغراس المركز الأول تهانينا لهجن العاصفة تهانينا لمضمنا حمد بن راشد بن غدير ست دقائق واثنى عشر ثانية بالوفو والتمام كذلك من صغان قدمت هذا جميل ست دقائق واثنى عشر ثانية لسمه شخص سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي هكذا مشاهدين تهانين